ترجمة نانسي قنقر والذكرى الحادية والعشرين لتولي عاهل البلاد المفدى لمقاليد الحكم بالمملكة إن هذه المناسبة الوطنية العزيزة التي تتجدد كل عام تعد فرصة لاستذكار الإنجازات الإسكانية التي تحققت في العهد الزاهر لسيدي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى وراعي والداعم الأول للمسيغ الإسكانية في المملكة طبعا بداية أرفع أسماء آيات التهاني والتبركات لسيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة قاية البحرين المفدى وحفظه الله ورعاه وإلى سيدي صاحب السمو والملك الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس الوزراء الموقع حفظه الله ورعاه وبناسبة العيد الوطني المجيد وبناسبة تقلد جلالة الملك للحكم فنتمنى للجميع والشعب البحرين كل الصحة والعافية طبعا بالنسبة إلى هذا العام عام 2020 مثل ما حصل في العالم ككل وحصل عندنا احنا في البحرين انتشار وباء الكورونا كوفيد 19 تعلمنا كثير من الدروس وأثبت فعلا مملكة البحرين أن لديها نظام صحي متين وقوي يطيب لي أن أرفع إلى مقام سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وإلى مقام سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه وشعب البحرين الكريم أسمى آيات التهاني بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بعيادها الوطنية داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة علينا جميعا باليمن والخير والبركات ولعل هذه الكلمات والسطور لا تفي بحجم الإنجازات والتطور الكبير الذي تعيشه مملكة البحرين اليوم والتي جاءت ترجمة لرؤى وتطلعات وتوجيهات قادتنا حفظهم الله ورعاه وبفضل عزم وإصرار أبناء شعب البحرين الأوفياء بمختلف أدوارهم ومن جميع مراكزهم حيث يبقى الهدف واحدا رفعة وعزة مملكتنا الغالية البحرين شركني بداية باسمي وبالأصالة عن جميع من سوبي وزارة شون الكهرباء والماء أنا أرفع أسماءات التهاني والتبركات إلى مقام حضة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين مفدى حفظ الله ورعاه وإلى مقام صاحب السمو الملك الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وليل عهد نائب القادة الأعلى رئيس مجدراء الموقع حفظ الله ورعاه وإلى شعب البحرين اللي هو في مناسبة العيد الوطني المجيد وذكرى تولي جلالة الملك مفدى حفظ الله ورعاه مقاليد الحكم في البلاد بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا نستذكر بكل فخر واعتزاز ما حققت مملكة البحرين في ظل عهد الزاهر لجلالة الملك المفدى من إنجازات على مختلف الأصعدة السياسية والتنموية والثقافية والاجتماعية على صعير قطاع الكهرباء والماء حرست مملكة البحرين وبتوجيهات من الحكومة المؤقرة برئاسة سمو وليل أهد رئيس مجزراء على الاستثمار في البنية التحتية وتطوير وتنمية هذا القطاع لواكب مطلبات النمو العمراني والسكاني في المملكة